طلب رعاة أتوا مع مئات من نعاجهم إلى أقدام برج إيفل في باريس للاحتجاج على الهجمات المتزايدة للذئاب في فرنسا من الحكومة الاحتفاظ بهذه الحيوانات لحمايتها وراحت حوالى 300 نعجة تتنقل عند أقدام برج إيفل الشهير أمام أنظار السياح والمتنزهين المذهولين الشيء المهم في هذه المسألة هو الوعي الجماعي نحن لسنا ضد البيئة الطبيعة جميلة في فرنسا حيث أصبحت على ما هي عليه بفضل يد الإنسان مربو الماشي هنا من أجل التنوع البيولوجي وإذا كان يتم المحافظة على جبالنا وريفنا والأماكن الفقيرة فهذا بفضل المواشي والذئب يقتل المواشي ومنذ كانون الثاني يناير الماضي سجل 345 هجوما لذئاب في منطقة ألب دوهوت بروفنس مقارنة ب288 هجوما في الفترة نفسها من العام السابق وقد أحصي نفق 1117 رأس ماعز في هذه الهجمات في مقابل 874 في العام الماضي على ما تفيد السلطات المحلية ويطالب الرعاة ومربو المواشي بأذنات قتل تتماشى مع عدد الهجمات وقد حددت السلطات للعام 2014-2015 عدد الذئاب التي يمكن القضاء عليها بـ 24 فقط وقد اضطرت كل مزارع تربية المواشي إلى اعتماد إجراءات حماية من حراسة معززة وكلاب ووضع القطعان في مكان آمن ليلاً